انظر ما تستخدمه زوجتي للتخلص من كل الدهون في بطنها وتنظيف كبدها منذ أن تناولت هذا الدواء القوي يسألني الجميع إذا كان زوجي قد دفع لإجراء جراحة أو شفط الدهون غالبا ما يكون لدينا بطن كبير ونعتقد أننا سامينون وهذا غالبا ما يكون بسبب تورم الكبد وتجمع الماء في الجسم لهذا السبب أحضرت لك اليوم هذا الدواء الفعال ابقى معي حتى النهاية وستشكرني على هذا الدواء القوي سنأخذ تفاحة ونقطعها إلى قطع صغيرة التفاح هو مصدر للكالسيوم والفوسفور الذي يعد أساسيا في تكوين الأملاح المعدنية في العظام التفاح هو فاكهة غنية بفيتامينات A وB مفتاح جيد جدا للأشخاص من جميع الأعمار لديه مستوى عال من الفيتامينات والمعادن بعد تقطيع التفاح إلى قطع صغيرة ضع كل شيء في وعاء واحتفظ به وللمكون الثاني الخاص بنا سنحتاج إلى بنجر مغسول ومقشر مسبقا الآن دعونا نقطعه إلى قطع صغيرة تحتوي البنجر على تركيز عالي من مضادات الأكسيدة المسؤولة عن مكافحة التهابات الجسم إذن هو سلاح سري لتخفيف وتجنب الأرتريت وتنظيف كبدين الدهني يساعد على إزالة جميع الدهون من الجسم خاصة دهون البطن حتى مفاصلنا وأنسجاتنا بعد تقطيع البنجر إلى قطع لنحجزه في حاوية وكمكون أخير سنستخدم ليمونتين ونقطعهما إلى شرائه ثم سنضغط لاستخراج كل العصير الليمون يوفر كمية كبيرة من فيتامين سي والبوتاسيوم وكميات أصغر من الفيتامينات والمعادن الأخرى تساهم الفيتامين في إنتاج الكولاجين بالإضافة إلى ذلك لديه القدرة على تحسين الشفاء ووظائف الجهاز المناعي من ناحية أخرى يعزز تناول الليمون كل يوم الرطوبة ويقلل من احتباس الماء تمتلك خصائص الحماية الوعائية بمعنى آخر يحسن دوراننا ينتج فوائد لجهازنا المناعي الآن دعونا نضع جميع المكونات في الخلاط ثم سنضيف نصف لتر من الماء غطي وتركه لمدة ثلاث دقائق هو أيضا الأفضل للقضاء على رائحة الفم الكريهة بعد ثلاث دقائق علاجنا القوي من التفاح والبنجر والليمون جاهز للأكل إذا رغبت في ذلك يمكنك تصفيته إذا كانت الكتل تزعجك لكن من الأفضل شربه بهذه الطريقة تناول هذا العلاج القوي لحرق الدهون والمضاد للأفسدة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل من الأفضل تناوله صباحا على معدة فارغة بهذه الطريقة ستشعر بتأثيره طوال اليوم أو في المساء قبل النوم النصائح التي نقدمها هنا هي مكملة لصحتك لا تنسى أبدا استشارة طبيبك نأمل أن تجرب هذه الوصفة لأنها تعمل حقا والنتائج مدهشة هل تود تناول عصير البنجر هذا التفاح والليمون وتخبرني برأيك سأبقى هنا قبلة كبيرة أبقوا مع الله